أنا جوزي طلقني بتوكيل من محامي وأنا معي بنت عمرها سنة وشهرين وأنا مش عارفة تصرف خالص وهو مختفي تماما وبعد ما المحامي طلقني بتوكيل منه المحامي كمان اختفى خالص طيب إحنا دلوقتي عندنا أكتر من النقطة عند النقطة المطلقة بحقها هي الشرعية اللي هي العدة والمطعة بيعتبرنا طلق كده غيابي وهي زنافة الزوجية لو في سنة سبقة ما كانش بيصرف وعندنا الأموم المتعلقة بالطفلة اللي هي نفقة صغير ومسكن ومأكل والتفاصيل دي للأسف الشديد إحنا ما عندناش حد يطبق فكرة أنه لو أخذت حكم قضائي عشان خاطر نفقة الصغير إلا بنك ناصر بنك ناصر السقف بتاعه 500 جنيه ودي حاجة مهمة جدا لازم نتكلم فيها ليه السقف بتاعه 500 جنيه لأنه هو بيدفع النفقات من الدخل بتاع رسوم على عقد الجواز وشهادات الميلاد والطلاق وغيره وما بينفزش على الأزواج بالتالي بيفضل السقف اللي عنده هو هو نفس الفلوس بينقص منه مش بيزيد فما بيقدرش يزود عن 500 جنيه فاللي هنقدر نعمله إحنا نرفع دعوة نفقة للصغير فقط مش أي حاجة تاني وينطبق عن طريق بنك ناصر ونرفز عن طريق بنك ناصر طبعا طبعا نحن مش عارفين عنه حاجة طبعا